كما عادة كانت استدفى عدد كبير من الرياضيين دائماً بمدينة طنجا كركزوليا لأنها مدينة كبيرة أصبحت من المدن الكبيرة وعندها سمعة طيبة داخل البلاد وخارج البلاد أصبحت من المدن الاقتصادية الكبيرة في البلاد أصبحت من المدينة طنجا الكبرى معنى العداء في الألعاب القوى ناجية الشهاب ناجية الشهاب متخصصة في مسافة 800-1500 متر ونزلت 400 متر لتحدثنا كيف تدرب هنا في مدينة طنجا كيف تدرب هناك مساعدات؟ عادة تحكي لنا الأخت ناجية على المشاكل لألعاب القوى في مدينة طنجا أخت ناجية أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أولا قبل كل شيء كنشكر الأخ على الاستضافة لأنني أول مرة كنستضف صحفي بحال هذا فأنا جد فرحة أنني ندير روبرتاج على هاد المعاناة الألعاب القوى في مدينة طنجا بالحق أنا دينت بكم يعني المعاناة اللي عيشت أنا يا فرميش هو الرياضي ديالي فأنا بنت مدينة طنجا عداء في مدينة طنجا انتقلت من مدينة طنجا إلى مدينة طنجا من أجل يعني التطور المشوى الرياضي ديالي ونزيد القدام إن شاء الله كنستضف هنا يا مدينة تقريبا أنا ثلاث سنوات وأنا يعيش فيها ما كانش تقدم من حيث الرياضة ما كانش يعني المساعدات ولا حتى البنية التحتية اللي كان هنا يعني كنشوفوا الملاعب الرياضية الضخمة وكاين يعني فين فين تدرب فين كل شي ولكن مع الأسف كل شي مسدود يعني وخي كتبشي أنك تدرب كتلقى الملاعب مغلقة فعلش هاد الملاعب هاد مغلقة شنو كتبشي ديوش الملعب الكبير اللي عنده اللي عنده يعني الحالة بديها اللعاب القيوة أوي الملعب الكبير الملعب الكبير علش ما يتفتحش لأن الملعب الصغير ديالمرشان ها هو محيدو تحيد لأن الفضاء الوحيد اللي كنا كنت ندربو فيه تحيد وبالتالي فين يبشو هاد عدائين هادو حتى اللي كيكون عندو رقم قياسي قريب يوصل يعني ما كيبقاش فين يتدرب خاصوه يتلع لسي طوال ورغم ذلك المدينة راها دخمة كي كنقولوا إحنا مدينة كلبواز مدينة طابع دولي طنجل كبرى طابع دولي في حين أننا قلقوا للمجال الرياضي المتنفس الواحد زير لأن الملعب الكبير هو علش ما يبقوش يفتحه وخي ولو يجج مرت في السيمالة باش يبقوش يستي كيبغينا احنا يلعج لسي طليط المسلوخ تاديك لابيس اللي في الملعب الكبير راح ادلم بأنها تحرقت بقوة الشمش وهذا تواحد ما كتدرب فيها اه تواحد ما كيتدرب فيها نهائيا على دوليباء علاش احنا يبنينا الملعب أننا نستفدو منو وبالتالي قلقوا الأغلب اللي سطلق لمستوى عالي صراحة مستوى عالي كدلقاهم اما متشردين اما موقوش يدربوا قاع في قدور التقالة في الملعب ولا كل شيء انهم يمشيوا يدربوا ولهذا كانت لغوا المسؤولين أنهم ايهادكو يعني يعني إعادة النظر لهذه القضية هذه في حين اننا كنلقا انا براسي كنت كنت تتعام التازع المركب الأمير مراي عبدالله الرباط مفتوح وانا اللي ماشيب من دينا ضيال الرباط ولا كيكالبشيب اللي سوستيالي كيخليوني الدخول كيكون فتوحه على 24 ساعة يعني علاشتك الملعب شنون فرقه ملعب دينا الكابير دينا الطاجة ملعب دينا الأمير مراي عبدالله شنون فرق؟ هذا هو المشكلة السيدي اذا ندخلوا معك يعني في المسافة والتداريب اللي كتتخدها أنا رغم المؤاناة انتي مرتاحة مع الفرق ديك اللي هو نادي البحرين والمدرب ديك سياسي حنيفة؟ وي بطبيعة الحال انني مرتاحة والتداريب يعني التداريب اللي كان اللي كان يقوم بها السياسي تداريب جيدة الصراحة هذي لالله انضمت تقريبا عنده دموان شا هذي دموان تقريبا الصراحة كان تحسن كان تحسن تحسن كان نشوف في ياسين انه مدرب اللي كان نقوله هو الوحيد اللي اللي غاين ينقض هنا يا مدينة طنشر اللي كان ينقض الشاب يعني كيدير هذي الخدمة بدون مقابيل ويعني كما كان نقوله يعني خدمة في سبيل الله يعني وما كيتخلص عليها موالو يعني وكيعتيت التداريب وكيشجع اللي زا طليت يعني وخي كيكون انه مبغي يعني ما غاديش يترينيقاح يعني غادي خرج من الالعاب القيوة هو كيولي يزرع فيه تاك الرغبة بطيبه بطل لسادي يالو بكلش يعني اش نقول لك ياسين يعني شاب اللي اللي عنده طموح ويستحق يكون مدري في مستقبل شا الله إذن باش نختم معك اختي نجيال شمية الرسالة ذيك الموجهة من مدينة الطنجاي للمسؤولين ديالالالعاب القيوة الجامع الملكية المغربية وعلى رأسها رئيس الجامعة والمسؤولين يعني شمية الرسالة ذيك للمسؤولين احنا كنعرفوا ان الاخفاقات المؤخرة بريو دي الجنيرو يعني شبنا ذيك الأم الألعاب يعني شوها ومعشناش قاعد ندخلوا في التفاصيل شنية الرسالة ديالك ندلنا سيدو الرسالة ديالي هي أن بغيت نقول لهم رأس الشباب ضايعي الألعاب القيوة يعني خسنا كل واحد يعني كل الدائم كيتمحوا أنهم يهزوا الرياضية للمغرب ولكن مع الأساف رأخصهم مسؤولين ولا كل شيء يعني إعادة النظار في الملاعب أولا خسر الفضاءات المتنفس الواحد يعني اللي كيترينوا فيه كل شيء قاومه مغلق يعني إعادة النظار فضاء الملاعب أولا ويشجعوا الشباب على المرأة المرأة الرياضية وأكثر يا لذي أطلق الدائم محترفين يعني يشجعوهم تكون مساعدة مكرهتنا شهرية لأننا العداء كيخسر يعني كل شيء يعني الملابس الرياضية وليه كل شيء كيخسرها منجيبوه أرى ماشي الجمعية أو النادي واللي كيساعدوه أرى يوميا أرى عنده تقريبا كل سبادرينة فشهر كيشريها يوميا وعادة المكلة يعني المواد الرياضية باش كي يعني يزيد القدام وكل شيء يعني هذا كامل كيخسر باش من أجل يعني يعلين الرياض المغرب خاصة المساعدات خاصة المساعدات لهذا المسؤولين خاصة إعادة النظار يعني يشجعوا الشباب على كسميته يعاونوهم باش أنهم يحقوا للطموح ذيالهم وفي الآخر يهزوا رياة المغرب كتشوف اختناج جياغا هناك كيف ترى المستقبل في هذه الألعاب في هذه الرياضة هذه بمدينة طنجا يعني واشكين شيء مستقبل أو نمكنهش؟ باختصار باختصار على أن نختصر المستقبل واضح يعني المستقبل من هذا الروبورتاج اللي قلت راهبين مستقبل مدام أن المناعب مغلقة ومساعدات غائبة فالمستقبل لا مستقبل يصبحون متشردين في الشوارع يعني ما غادش يكون عندهم مستقبل وبالتالي كيتمنى يربي يعني كيتلقى ليز اطلت كيشجعوا ليز اطلت وكي يقدموهم المساعدة منهم ياسي يعني هو اطلت ومدريب وكيقدم المساعدات رغم أنه ما كيتلقى شراطيب شهري هذا هو المستقبل اللي كيلفت البلاد يعني تنجى تنجقوا براخص يكون إعادة لهذا اللي زاطليت وهذا العدائين يعني المساعدة يقدموهم مساعدات كل مشاركات تنظيم المتظاهرات الرياضية باش ينتعشوا هذا اللي زاطليت لأنه المستقبل يام الوحيد هو الألعاب القيوة يعني يمكن تلقى السيد عندو 12 عام في الألعاب القيوة كيتقاتل المسكين من أجل أنه يوصلوا إلى زرايات المغربة كيتقاتل عناش أننا ما نساعدوش من أول نحن يتكيبه تكيوصل العداء عاد كان عارفونا وأننا ما كيتقاتل ما كيتشفوش المعاناة اللي كان كيدينا من قبل المعاناة اللي فيش تكيتدرب في الحرارة في المعاناة شديدة نعم وكذلك في التنقل لا يوجد المواصلات كل هذه العمور تبخل في المعاناة الرياضيين في التناجية نشكر كثير على هذا اللقاء ونتمنى لك إن شاء الله تتوفيق النجاح ومستقبل الزاهر لأنك ما زلت شابه ولكي كذلك طموح فنتمنى الطموح هذا تتحقوا إن شاء الله في المستقبل شكرا رسي